السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبة في الله أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من اللقاء الرمضاني المتجدد حول إعجاز الأرقام في جسم الإنسان وأذكر حضراتكم أن هذه الحلقات سياحة مباركة في عالم التوحيد على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل وباب معرفة الله عز وجل ونبدأ بحمد الله أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الحمد لله القائل فقدرنا فنعم القادرون الحمد لله القائل إن كل شيء خلقناه بقدر وبعد أحبتي في الله فهذه حلقة في عالم السمع وحاول الكثيرون أن يفرقوا بين نعمتي السمع والبصر أيهما أهم بالنسبة للإنسان فاستدلوا بالمشاهدة وبالواقع أن كثيرين ممن نبغوا في فنون كثيرة من العلم فقدوا نعمة البصر أما الذين فقدوا نعمة السمع فقليل منهم من نبغ فاستدلوا على أن السمع أهم من البصر ولكن نعم الله عز وجل على الإنسان لا يجب إطلاقا أن نفرق بينها فالنعمتان نعمة السمع والبصر من أجل النعم نعم الخالق على المخلوق وقال الله عز وجل على سبيل التهديد الرعيب في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به الأذن البشرية عجيبة من العجائب يتكون الصوت من ذبذبات تسير في موجات عبر الهواء أو الأرض أو مواد وأسطح أخرى ذبذبات يأما عبر الهواء يأما عبر الأجسام يأما عبر الأرض وتختلف الأصوات من حيث التردد والشدة ما هو التردد وما هي الشدة التردد هو عدد الذبذبات التي تحدث كل ثانية وتقاس بوحدة تسمى الهيرتز عدد الذبذبات في الثانية الواحدة والوحدة هيرتز والهيرتز عبارة عن ذبذبة واحدة في الثانية والتردد نعرفه أو شدة الصوت كمية الطاقة في موجة الصوت وتقاس بالديسبل شدة الصوت هي كمية الطاقة في موجة الصوت وهي تقاس بالديسبل احنا بنقول الأمور يعني الألفاظ ربما تكون جزلة ولكنها مهمة لأن فيه أرقام ايه الأرقام بقى التردد فيه تردد عالي وفيه تردد منخفض تردد العالي عبارة عن درجة نغم عالية التردد المنخفض درجة نغم منخفضة سمع الإنسان له حدود سمع الإنسان له حدود يتراوح مدى السمع الطبيعي الإنسان ما بين عشرين وعشرين ألف هيرتز تحت العشرين ما يسمعش فوق العشرين ألف هيرتز ما يسمعش فالإنسان له حدود سمع له حدود سمع لكي يتفرد الخالق جل وعلا بأن سمعه لا حدود له وذلك قالت عائشة رضي الله عنها عائشة أمنا أم المؤمنين زوجة رسول الله وحبيبته في الدنيا والآخرة عائشة الحصان الرزان التقية الزاهدة الورعة الفقيه العالم رضي الله عنها وعن أبيها تقول عائشة رضي الله عنها تبارك سمع الله والله ما كان بيني وبين خولة وهي تجادل رسول الله إلا ستر رقيق فكنت أتبين بعض كلامها ويغيب عني بعض فما لبث وحي السماء أن نزل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله يعني السيدة عائشة لم تكن تتبين مقاطع الحروف أو الأصوات التي كانت تصدرها خولة وياتها تجادل رسول الله في القصة المشهورة التي ليس الآن وقتها فما لبث وحي السماء أن نزل قد بصغر التحقيق سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان فتبارك سمع الله ليس له حدود ولذلك الذين يخططون بليل ظانين جهلا منهم أن الله لا يسمع سرهم ولا نجواهم قوم جاهلون بالله عز وجل نقول التوحيد هو العالم بالله ضد العلم بالله الجهل بالله ولذلك ما جترأ مجترئ على معصية الله إلا لجهله بالله وإلا لجهله بصفات الله وإلا لجهله بأفعال الله ولذلك أوحى الله إلى أحد أنبيائه قل لقومك إنكم تستترون بالمعاصي عن خلقي وتظهرونها لي فإن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم بي كفرة وإن كنتم ترون أني أراكم فلم تجعلوني أهون الناظرين إليكم وهكذا فالإنسان لا حدود سمع ولا حدود بصر هل يستطيع أحد أن يسمع صوتي هذا خارج هذا الستوديو لا يستطيع لماذا لأن صوتي له حدود مكان وله حدود زمان فلا يستطيع أحد من من كانوا في الماضي أن يسمع صوتي الآن ولا في الغد أن يسمع صوتي الآن ولكن الله عز وجل ليس عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل الله عز وجل لا يجري عليه زمان ولا يجري على سمعه حدود زمان ولا مكان ولا يجري على بصره حدود زمان ولا مكان قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى سبحانك ولا تقال إلا لك الصورة عبارة عن مصدر الصوت بيروح للأذن الأذن بلستشعره بيروح بيعالك في المخ زي الصورة تماما الصورة اللي بعدها إن مدى الصوت ما بين 20 هرتز إلى 20 ألف هرتز فالأذن البشرية تستطيع أن تميز الأصوات من 20 ألف هرتز بعبارة أخرى من الأصوات الخفيضة للحدة كما في الشكل المبين أو المبين كلهما صحيح خارج هذا النطاق هناك الموجات فوق السمعي وضعنا طويل جدا على فكرة وفيه تفصيل كثير تحدثنا عنه في البرهان في عجاز القرآن ولكن يكفينا هذه الأرقام في حلقاتنا هذه القصيرة خارج هذا النطاق هناك الموجات فوق السمعية التي لا يستطيع الإنسان سماعها ويكون تردلها أكثر من 20 ألف هرتز الموجات تحت السمعية هي التي لا يستطيع الإنسان سماعها ويكون تردلها أقل من 20 هرتز حقيقة هنا صورة بديعة جدا التقطة بالكاميرا أو بالميكروسكوب سلاسي الأبعاد الذي تحدثنا عنه خلال هذه الحلقات في بدايتها الصورة دي عجيبة هي صورة خلايا الشعر داخل الأذر دعونا نتأمر الصورة كده اللي هي معمولة بالرصاص دي صورة خلايا الشعر داخل الأذر بس مكبرة جدا على الرغم أن الصورة ثابتة إلى أن إلا أن الإثارة الحقيقية والعجب العجاب والغرابة الشديدة أن الحركة الميكانيكية لهذه الخلايا حركة عجيبة جدا يعني سبحانك يا رب خلايا اللي هي الشعر داخل الأذر له حركة ميكانيكية تتناغم مع الذبذبات الصوتية التي تسقط عليها فتبدو وكأنها ترقص في لوحة بانورامية مدهشة يعني الصوت أو زبزبات الصوت داخلة على هذه الخلايا الشعرية الخلايا الشعر داخل الأذر الشعر داخل الأذر فيجعلها تتراقص سراقص عجيب جدا في حركة ميكانيكية وشكلها بديع جدا كما قلت وأقول دائما إن الله يخلق ولكنه يخلق بجمال وحتى نلتقي مع بقية الحديث عن العجيبة الأذن أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر